اشتركوا في القناة اول ما فتحته والحمد لله كان ملت العدوان هو كان فيه اسئلة كتير عايزة اقولها بس الحمد لله كلهم قالوا انا بس ليا نقطتين نقطة انا مش عارفة اشكر حررتك ازاي انا واحدة بشتغل في التنفيذ وعارفة يعني ايه مباني بتتقام في الصحرة عارفة يعني ايه متر ارض بحفر فيه في الصحرة مختلف تماما عنين ايه بشتغل برا فالشغل اللي قايم في النادي انا بطبيعة شغلي عارفة ده متكلف وقت قد ايه ومجهود قد ايه فمهما قلت لحضرتك وشكارنات مش هادرش ده حققه علينا ده حققه علينا بالمناسبة ديها ازاي ما بقول كل مجهود بنعمله بنتمتع به لما بنشوف رضا الاعضاء ورضا الجماعية العمية عن ما نقوم به يعني وهو ده اللي يهمنا اولا واخيرا الحقيقة اللي انا شايفة في الناجب بحكم ان انا بقلي ثلاث سنين هنا الناس المهتمة وبسات السيدات السيدات عاملين كم جروبسة على الواتساب حردك لا تتخيلها السيدات بتصحى الصبح والطهر وبالليل هنروح الجمعية لهم امتى هنجمع امتى مش قادر اقول لحضرتك كم المجهود اللي هم عاملينه انا واحدة من الناس مسافرة بكرة والمفترض ده انا هقعد اسبوع بس هاجر خميس بالليل عشان الجمعة يكون في وضيئة نص انا بضم صوتي للدكتورة سحد وطبعا حضرتك لا بتعرفني ولا انا بعرف حضرتك هي يمكن عارفاك لكن انا حزاك وحس كل حاجة عملتها في النادي وبشكرك بشكرك بالنيابة عن كل حبيبنا احنا اللي بنشكرك وعصي خج هي حاجة والحاجة التالتة بقولك يا جابل ما يهزك ريح هي حاجة وبقولك كمان ان ينصركم الله فلا غالبة لكم وكن كالنخيل عن الاحطاد مرتفعا ترمى بحجر فترمي اطيب الثمر كولية الامر بس الناشئة من الناشئات السباحة التوقعية احب اشكر حضرتك جدا جدا وكل يعني بتكلم بالسان كل اولياء الامور لبنات الناشئات السباحة التوقعية على الدعم لحضرتك وعلى وقوفك جنبهم علشان يمثلوا مصر في طولة البحر الابيض المتوسط اللي كانت مقامة في البرتغال فاحنا بجد من كل قلبنا بنشكر حضرتك احنا دايما كمجلس ادارة واقفين ورا كل الالعاب وكل الانشطة وما بنفرقش بين اي حضرتك بنه يخلي حضرتك ويقدرك على المرحلة اللي جاية يا رب ان شاء الله برحب بحضرتك من جديد وفكرة جديدة النهار سيدات النادي الاهلي تواصلوا مع فريق العمل ودايما كانوا بيتكلمهم معاهم على فكرة وهم انقلوا لي السورة احنا فين من قناة النادي الاهلي فعجبتنا الفكرة عايزين يجيوا وتكلموا فده بيت الاهلوية فالكل من حقه يجي يتكلم دي رقم واحد رقم اتنين لما نرجع بقى للسنتين ثلاثة والاربعة اللي فاتوا بنتكلم على دور السيدة في المجتمع خصوصا في السورات الاخيرة مين يقدر على سيدات مصر فمن هنا ما نقدرش نقول لا لانه هم وقت الصعب ووقت الشدة بتلاقيهم وقفين يتحدوا اي حد خلوني ارحب وشوف النهار ده وما جايين ما حصلش اي نقاش ما حصلش اي كلام معهم هنشوف عايزين يقولوا ايه وجهت نظرهم حتى على المستوى لنا بعض الاسئلة معاهم في الندوات اللي حصلت في النادي الاهلي مش في جزيرة ولا الكلام اللي بيتقال ده مهم جدا اوضحه لحضراتكم خلوني ارحب مجموعة من سيدات النادي الاهلي المحترمات مدام غادة برحب بحضرتك اهلا بحضرتك مدام سونيا برحب بحضرتك انا صيد دكتورة صحر برحب بحضرتك اهلا مرة قدم حلقة وبقى لقان شوية ليه؟ بلعكس تحت شعار مين يقدر على ستات الاهلي بلعكس ده الجنس النعم طيب اه في البداية قبل ما نتكلم في اي حاجة اه 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 بسحك احنا النهاردة جايين بنقول احنا ستات مصر يعني هي اللي دعمت الثورة فجايين النهاردة نقول ان احنا بندعم نادينا بندعم النادي الاهلي وقفين في ظهر النادي ومعاه لاخر نفس لاخر المشوار عشان نكرر ليحب تعيتنا ان شاء الله طيب مادم سونيا عايز اسمع منك في البداية انا بصراحة جاية مستفزة باني شايفة لغط كتير جدا في الاعلام مش عارفة النادي الاهلي حسن مستفزة والنادي ده بيتنا الكبير بصراحة روحه عيشه جوانا فانا بحب النادي الاهلي حب لا تتخيلوا لا يمكن اقبل ان اسمع اي حاج عنه واسكت لا فاحنا صممت ان انا لازم اكون متواجدة وزي ما قالت زميلتي غادة ان احنا قمنا بصورة ونجحنا صورة ومن ايام زمان السيدات في مصر ليهم دور كبير فلينا دور في ندينا واحنا بنساند النادي بتاعنا وورا وان شاء الله ان شاء الله هنجيب الرقم بتاعنا ان شاء الله ان شاء الله دكتورة صحر في البداية وحب تقولي ايه تفضل انا طبعا حب اقول اولا انا اسف على المقاطعة في البداية عشان اسيبلك بقى المجال انت ليكي تاريخ كبير ووالد حضرتك انا احسيبك تقولي اي حاجة بوالد حضرتك اللي انا عرفته كمان اللي ليه سي فيه محترم داخل النادي اه انا هقول لحضرتك انا اسمي الدكتورة صحر فاروق يوسف والدي الاستاذ فاروق يوسف مؤسس مجالة الاهلي سنة اربعة وسبعين مع الاساس جلال الحمامسي وعبده فهمي وكان بطل تنس الطولة سنة خمسين وبدأ مع الكابتن صالح الله يرحمهم جميعا والدتي بطلت سنة ستين في التنس الطولة وابني بطل عالم من سنة الفين واحد لالفين وسبعة في الكاراتين مع الدكتور مراد عاصم وبنتي بطلت سباحة توقعية واختي بطلت سباحة توقعية وانا بطلت مصر والنادي الاهلي ده انا اوه امشي ده انا مخطيش حاجة اوه 200 ماديليا انا واخده 200 ماديليا للنادي الاهلي من سنة خمسة وسبعين لسنة سبعة وثمانين وبعدين اخر حاجة اخر منصب في النادي الاهلي رئيس جهاز ومدير فني السباحة توقعية وكت حاكم دولي وحاكم محل اتفقتوا مع بعض على الحلقة عايزة تقولي ايه في البداية طبعا عايزة اقول ان النادي الاهلي ده عايزين نبقى متفقين كلنا ان هو صرح عالمي طبعا الصرح العالمي ده يعني انا بحس اللي يمدي ان اي حاجة حلوة في مصر اي مكان بيبقى جميل بيتحول لحاجة عالمية لازم تتحارب بمعنى لازم نحاربها لازم بيبقى فيه حزب اعداء النجاح موجودين علشان اعتراض للاعتراض مش هنقول مين ومش هنخش خش في اسامي بس اي حاجة جميلة بتتعمل في بلدنا لازم قدامها حاجة يعني دقيقة جدا عشان تدمرها واللي بيدمره انا مش عارفة يعني طب ليه ليه يعني مكان زي ده وناس محترمة وكلنا ايد واحدة بيتفننوا يا كابتن شادي بيتفننوا ناس يعني النادي الاهلي زي ما تقول لفظهم خلاص انتهوا من تاريخ النادي الاهلي لانهم لا يمكن يكونوا اولادهم بيتفننوا انهم يعملوا يعلنوا حرب على النادي الاهلي طب ليه ليه يعني مستغزقوا المواضيع المواضيع دي ومش هنقول اسامي ولا هنقول لوايح ولا هنقول حاجة احنا بنقول مكان جميل وناس محترمة واعضاء محترمين جدا وشرفاء وامناء واولياء امور يعني انا عايز اقول ان وليه الامر بيبقى عالمي قبل الابن يعني ابنائهم وبناتهم ابطال البطل بيبقى وليه الامر هو اللي بيبقى يعني انت واخد بالك انت كابتن شادي لما خدت ميدالياتك اللي كان وراك والدك والدتك البيت كله بيبقى وراه اولا اولا اتربينا حتى في بيتنا او لما تروح النادي الاهلي على نقاط خلينا متفكين عليه دعاء الام والاب والاسرة بتاعتك بالدنيا وما فيها دي رقم واحد رقم اثنين الزهير التوفير كل سبل الراحة عشان تبقى باطل او عشان تنجح فهي الاسرة هي الحسن الامين زي ما يعني ده كلام انا متفك مع حضرتك فيه بالزبط فعايزين اتفك ان اعضاء مجلس الادار النادي الاهلي اللعيبة الاولاء الامور يعني حتى عايز الناس اللي بتعمل حسب اعضاء النجاح ايه شغلتهم دلوقتي انهم يقولك ايه عايزين يفرقوا بين احنا كفروع داخلية يعني عايزين يقولوا فرع زايد فرع مدينة نصر فرع اهلي لا مفيش حاجة اسمع كده احنا كلنا عائلة واحدة ومكان واحد الله يفتح عليك هو بس الفروع المتفرقة دي نظرا للاماكن وللكسافة لان اللي ساكنين في مدينة نصر حيروقوا هناك مش صعب عليهم يجو الجزيرة اللي ساكنين في زايد والله يبيه هو داخل هيكتب عليهم وقت البطولة يا كابتن شادي حضرتك شوف وقت البطولة شوف اولاء الامور ازاي بيبقوا ايد واحدة الاهل معروف ان هو ايد واحدة من زمان من زمان في احترام بيننا فانا بقول لحضرتك ياريت الناس كلها تعرف ان اللي بيظهر في الاعلام ده سواء المرئي او المسموع او المكتوب غير صحيح طيب ما هروح لمدام غدا وحاخد من كلام دكتورة صحر نقطة مهمة جدا فارقة بالنسبة عارفين بلونة الاختبار لما يجي يقول لك مثلا ايه ده الاهلي بقى بيتفرق بقى مش عارف ايه و ايه و ايه لا 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 على ارض الواقع وانتي قبل الهواء الجملة الواحدة اللي بتهالي قلت لنا مبسوطة من جملة اللي كلنا واحد عايزة تقولي ايه في المنطقة دي التفرقة اللي بتحصل وده على ارض الواقع مش موجودة هو للأسف دلوقتي بيحاولوا ان هم يفرقوا ما بين الاعضاء ويقوموا انفسهم على بعض انت فرع زايد دلوقتي اعضاء فرع الجزيرة رافضين اعضاء زايد ومعاهم برضو في نفس الطريق اعضاء مدينة نصر مع ان احنا كلنا واحد انا النهاردة بروح فرع زايد قريب من بيتي لو انا سكنة تحت وبيتي جنب الجزيرة هروح فرع الجزيرة لو انا سكنة في مدينة نصر هدخل فرع مدينة نصر ونفس الحكاية في ناس كانت فرع مدينة نصر واتنقلوا زايد بيدخلوا فرع زايد مفيش حاجة اسمها ده فرع زايد وده فرع الجزيرة وده فرع مدينة ناس احنا كلنا اعضاء في النادي الاهلي كلنا اعضاء جامعية عمومية للنادي الاهلي كلنا ورا النادي الاهلي كلنا ابناء النادي الاهلي وولادنا حيطربوا على مبادئ النادي الاهلي وحيطلعوا من اولاد النادي الاهلي ان شاء الله مادام سونيا كنت في المنطقة اللي بنتكلم فيها دي كنت عايزة تقولي حاجة كنت بتعلقي كده في النص على فكرة وحدتنا على أساسا أننا قلت أننا من الأول مش عايزين أقول أننا أساسا فأني فرج لأنه نحن فردir هدافنا الأساسي أننا أعضاء الندي الأهل أبناء الندي الأهل اللي نبنى على حقيقتنا دلوقتي وقتما يكون ندينا محتاجنا إحنا إيد وحده هو ده الده النادي الأهلي وهي ديروح الندي الأهلي وهما دول أبناء الندي الأهلي بصرف النظر عن أي حاجة تانية مفروض أنه هذا تجمعنا دلوقتي يعني هذا اللي tiene ما أردت وأنا في البداية قلت جملة هنقشكوا كلكم فيها قلت الأهلي بيت الديمقراطية في مصر النادي الأهلي النادي الوحيد اللي وزع ليحته على أعضاء جماعيته العمومية بعيداً اللي عاوزين تروح لهم البيت دون مناش دعوا بيهم اللي بيحب الأهلي هو اللي بيروح ويجري وراه ويساند ويشقر ويعترض فالأهلي أنا ليه بقول بيت الديمقراطية تعمل ندوات جوا بيتنا النادي الأهلي بكل مكان فيه الندوات دي أنتوا اتبسطتوا منها على مستوى السيدات قلتوا إيه ما بينكم وما بينكم أه طبعاً لأن دلوقتي رئيس النادي جالي لحد عندي وشرح لي اللايحة الداخلية للنادي وإداني فرصة النقاش معاه إلا أنا مثلا وجهة النظر لنا لو أنا مختلفة معك حاجة لو في أي حاجة إداني حرية الكلام فدي حاجة كويسة يعني طبعاً حاجة كويسة دكتورة صحر نفس الكلام هو طبعاً أعضاء المجلس كلهم جم لغاية يعني لغاية كل فرع ابتدوا يقولوا يا جماعة أي نقطة عندكم خلاف فيها أو عايزين تتناقشوا فيها أو معترضين أرجوكوا قولوا فبصراحة بكل احترام يعني شوف يعني ما حصلش أن الناس دي تغاضت عن قالك يعني إحنا خلاص قررنا ودي ليحة ومفروض عليكم وإنتو روحوا لا أبداً فرق معاكم التعاملوا بالطريقة الديمقراطية أنا أشرح لك كلنا إيد وحدة أنا عايز أقول لحضرتك أنا لما كنت مسكة وكان معايا ربعمية لعبة يعني بمعنى إيه بمعنى ألف عيلة يعني أب وأم لغاية دلوقتي بيجي لي ناس البنت كبيرة وخلفت لغاية دلوقتي الإسبوع اللي فات يعني واحد جايلي بيقول لي بنتي يا دكتورة صحر أنت مربياها على المبادئ بنتي لغاية دلوقتي أنا مش قادر أنسى موعيد التمرين احترام كل بطل للآخر حتى لو بطل حتى لو نجمة هي دي روح الأهلي ما بتبقاش مغرورة على الآخرين دي روح الأهلي وعلى فكرة المغرور أو الشخص السيء النادي الأهلي بيلفوزه تماماً ليه لأنه هو اللي بيبقى التفاحة البيضة وسط هما بيبوصل الأفص كله على فكرة هو إحنا بنلفزه إحنا بنمشي إحنا بنديه دهرنا طيب مادم غادة اللي أنا كمان عايز أعرفه من حضرتك الليحة الاسترشادية المحطوطة إحنا كبرنامج وكمجلس إدارة وكأهلوية بيحبوا النادي الأهلي دايماً ما بيقبلوش بفرض الوصال للأسف عايزة أفهم مفهوم الليحة الاسترشادية عند حضرتك للأسف دي ليحة استفزازية مش استرشادية ليحة إيه؟ استفزازية يعني أنا النهاردة إزاي تجبرني إن أنا أنا أسفف اللي حقوله بس يجي واحد يجي واحد مؤهل متوسط يبقى عضو مجلس إدارة يجي واحد ما قداش الخدمة العسكرية بتاعته هربان من التجنيد وده المصلحة مين إن هو يتحط في لايحة زي دي ويتطبق على النادي الأهلي إزاي إن أنا أفتح العضويات الفخرية والعضويات اللي هي بيقولوا عليها إيه؟ الموسمية لأي حد يعني أنا كده حولت النادي من نادي صرح لإن أنا بحوله لمركز الشباب هو محصوبيات بالظبط مهو أنا يعني يعني ممكن تلاقي واحد ربنا ما تدي له قرشين عنده يخت واحد بينضف له اليخت ينحامله عضوية وما حدش عارف صح والله وهيبقى ده بحاجات رمزية طب إنت النهار ده أنا أسفة حترك لنقطة تانية عشان بس أكرن لك بها أعضاء فرع الشيخ زايد النهار ده بيقولك إنه هم ملهمش الحق إنه هم لا ليهم التصويت ولا الترشح ولا الانتخاب نعم حق من قضاء بالظبط وهو مش عايز ينفزه وبيقولك يا ريت البند ده ما يتحطش مع ذلك حطوه وبعتنا لهم انذار ما فيش فايدة يعني هم بيقصر بالظبط بيعندوا المصلحة من؟ طب أشخاص بعينها ليه؟ أنت مستفيد إيه؟ أنه أنت بتمنع كتلة تصوتي عالية الشيخ زايد الفرع التاع ومالفين بقى الديمقراطية وتوسيع فكرة الكل المشاركة والكل لازم يشارك مهجين على ناس وهو ده على ناس وناس ده على ناس وناس ولذلك تكملة لكلام الأستاذة الرائع أن الليحة الاسترشادية معمولة ومتفصلة لناس معينة ترتاية هي معمولة ومتفصلة واضح لناس معينة لتطبق عشان نطبقها على نادي معين ونحربه بزابتك فهي واضحة جدا مادام سونيا قلتلي أنا مستفزة في البداية الكلمة دي عايزة أقف عندها مستفزة 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 ناس مستفزة لأن شايفة أن في حرب جامدة جدا على الأهل يعني استكملا لكلام الزميلاتي النادي الأهلي دلوقتي في حرب جديدة جدا جدا عليه يعني دلوقتي بالنسبة لأعداء زايد في حكم قضاء والحكم دو تصادر قبل صدور القانون وبعدين لو النادي الأهلي يعني لو الليحة الاسترشادية تنفذت زي ما الدكتورة قالت لو الليحة الاسترشادية تنفذت هتبقى فعلا النادي الأهلي هيتحارب جامد جدا لأن أعداء زايد مش هيسكتوا وهيطلبوا ببطلان أي جمعية عمومية هتعطف دور بعد كده لأن اليوم حكم قضائي جاعوا الكلامي خطبت اللجنة الأولمبية قلت له حلفائك أبعوكا لو أنت بتعتمد على الإعلام سيسيب لو أنت بتعتمد على لوائح هيتخلوا عتفضل لوحدك عشين النيل حضرتك حضرتك إحنا كده النادي الأهلي هيدخل في نفق مظلم هيبقى حارب داخلها في نادي الأهلي قصاد كده النادي الأهلي في ناحية تانية حيبقى متطبق عليه لو لو قدر الله ما كملناش العدد لا إن شاء الله نكمل إحنا بنقول لو قدر الله هندخل في حرب الأهلي بيحارب في جهة وقصاد الناحية التانية أنت متطبق عليك للايحة استرشادية محجماك وللأسف بتضيعك أنتو عارفين عارفين وصلي إيه من النوكو كده وإحنا لسه في البداية اللي أنتو عارفين نقطة مهمة جدا عارفين اللي فيه تحديات كبيرة بالنادي الأهلي وعارفين هم اللي بيعملوا التفرقة مش 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 الأهلي اللي بيفرق بالظرر طب مدام صحر موقف النادي اللي كان حازم يومين و وحكون صريح معاكل موقف النادي كان حازم يومين اللي وايح بتقول يعمل كده إنحست الجامعات العمومية القرارات دي حضرت مبسوطة منها ولا زعلت منها في حاجة لا 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 أبدا بص حضرتك وقت ما بيحصل أنت دلوقتي عندك صرحة علامة عندك حاجة ناكحة جدا وقت ما بيحصل حرب عليك لازم القرار لازم القرار ودي حاجة جميلة جدا إن أعضاء مجلس إدارة ورئيس النادي ناس محترمة ناس مثقفة على أعلى مستوى عارفين إمتى يقرروا القرار الحاسم متى وأين ليه بيقرروا القرار دي حضرتك ليه لأن عايزين يجمع داخليا عايزين نجمع نفسنا إحنا في حرب فأنت بتحشد بتحشد جيوشك داخليا بتحشد التلت فروع يا جماعة حتى لو فيه خلاف حتى لو فيه خلاف بيني وبين الأسدزة على حمام السباحة لا خلاص أنا وابن عمي على الغريب بالبلد كده بتحشد جيوشك ويلا يا جماعة خلاص إحنا في خطر هو ما بيعملش كده عشان يؤمرنا هو بيقول لنا يا جماعة النادي في خطر ما ينفعش إن حد يبقى وليه أمر علينا يبقى والي على أعضاء مجلس الإدارة والي على رئيس النادي والي على الناس اللي بتشغل في النادي والي على أولياء الأمور يعني يعني بيشلل يعني أنت بيشلك قاعد بقى أنت كده إنسان مشلول تماما وحد بيحركك ده حتى الإنسان المشلول له الحق إنه هو يبقى حر حر في رأيه فلذلك أنا بناشد بناشد النادي الأهلي بكل فروعه ناس المحترمة الشريفة الأمينة الأبطال أولاء الأمور المثقفين فعلا ناس في منتهى الجمال ناس سايبين على فكرة سايبين أولادهم أولادهم يعني المدام أولاد ابنها تعبان وعملاله جلسة فناس عظيمة ومحترمة والست المصرية طول عمرها ست عظيمة هو عشان أقلت إيه أنا ما كنت يعني والله أنتو لسه أقلين قدامي دلوقتي أنا طبعا بعتذل لحضراتك لسه عارف دلوقتي لكن قد إيه بتسيب يا جماعة أنا آسف لأنا هخرج من الحوار شوية لأن في مواقف لازم نتكلم فيها ولا هي مزايدات ولا حان بتتفاجع الهواء ببعض الأمور المدام غادة عرفت من دكتورة زحر اللي بتقول اللي بنتها ابنها تعبان وجاية عشان مين قدتلك أنا كشادي الحلقة مبارح فرق العمل كليني قدتلك جوهد يلا بينا بيت كل الأهلوية قناة الأهل وبيت كل الأهلوية كل يبقى موجود لكن سايبة ابنها التعبان عشان خطر النادي الألي تيجي وتقول كلمة حق وتيجي عشان خطر تنصر نديها دماغها كده لكن في رجالة بشنبات وفا بتحارب نديها في رجالة بشنبات بتحارب نديها فحلاك على راسي من فوق وربنا يا ربي أو ابنك بسلامة طيب عايز أنتقل في الحوار للجزئية تاني فضل النهاردة بنتكلم في ليحة استرشادية ولو مجاش العدد اللي هما حتنهولنا في وقت صغير هتبقى مشكلة كبيرة وحنتطر نمشي بالله حل استرشادية تحدي آخر اللي هما بقول لك لا اليومين دول هنبتل هما ما يلاقوا العدد 40-50 ألف لا يا مخلول أن احنا فيه خبراء وانا عارف من دمن الأسئلة اللي كانت موجودة في الندوات قرارنا 100% الناس كلها كانت متأكدها كل بقى إيد واحد فحسأل حضرتك هنا السؤال وآسف على الإطار هتعمل هتعملوا إيه هتعملوا إيه عشان ترفعوا أو فرض الوصاية اللي موجودة علينا ما بقاش موجود كسيدة جوالنادي الأهلي على المستوى الشخص هتعمل وإحنا قريدي بتدينا نكسف فعلا بأن دلوقت دخلين في 15 يوم بتديت مجموعات بتنزل بتوعي الناس بتفهمهم إيه الفرق ما بين اللايحة اللي هم عايزين تطبقوها على النادي الأهلي ويحجموه بيها ويبقوا وحطينه تحت الوصاية بتاعت الوزارة وتاعت اللجنة الأولمبية وقصاد اللايحة بتاعت النادي الأهلي اللي هي أنت تقدر في أي وقت تتناقش مع مجلس الإدارة تغير فيها وبتدينا بنوعي الناس والناس مستجيبة جدا الحمد لله وبتدينا بنكسف واليومين الجايين دول إن شاء الله فريق عمل جامد بينزل كل يوم بيقعد مع الناس وبيوعيهم والحمد لله الناس مستجيبة وحننزل إن شاء الله بكسف أنا عارف من غير مدخل وأحترم فكرتكم لأنتوا لطالي في البداية مش عايزين نقول إحنا فرع إيه ولا ممناش دعوة إحنا أهلي عشان الناس تبع عارفة من كل مكان موجود حيبق فيه إوتوباسات كل من نص ساعة بتتحرك عشان الناس تتجمع وتروح لعشان خطرنا دي نفس الفكرة حضرتك عملتي إيه بعد الندوات اللي موجودة بعد التحدي اللي موجود بعد الإحساس بالغضب جوى نفسك عملت إن احنا ما بازفش حد بص هقول لحضرك أولا في النادي مبنسيبش حد اللي ما بنتكلم معاه زائد إن أنا متابع برضو في السوشيال أي جروبات على الفيس بدخل عليها ولو في أي حوار أو أي حاجة برد وبناقش وبضل وراء اللي بتتكلم لابي ما تساقش في الفيس دي أوي لا أنا برد أنا مستفزة جدا يمكن من الفيس لإني بشوف عقليات أنا مستغربة الندية في الكيان العظيمة تبتقول الناس صباح الخير بتلاقي أخر جامد إن أنا أرد على الناس دي وبرد الحمد لله كويس جدا فلا إحنا عملين ومكسفين جدا جدا مجموعة كبيرة جدا وجميلة جدا بنوعي الناس والله يعني فيس شغالين ندوات شغالين إحساس بالمسئولية نسيت أقول لك واتس واردو واتس واردو برد على حوله الحمد لله دكتورة صحر عايزة أسألك في جملة تقلت في الانتخابات دائماً أما حد كان يجي إحنا دلوقتي أهلي ولاحظ ترشادين ما بنتكلمش على الانتخابات واللي يتكلم في الانتخابات يبقى خاين إيه رأيك في الكلام ده لأ أنا عايزة أقول بالنسبة للمهندس محمود طاهر ده رجل بجد محترم في حد يسمعك يقولك أنت بتنفقي على هون لا ما عنديش ما عنديش أي مصلحة على فكرة بيني وبينه خالص يعني المجال اللي بشتغل فيه بعيد عنه تماما يعني الحاجة الوحيدة اللي أنا يعني اللي مقرباني منه إن والدي الله يرحمه كان يعرفه فوانا صغيرة كنت بسمع دايما كلمة مهندس محمود طاهر ده رجل نظيف نفسي يبقى نفسي يبقى رئيس النادي الأهلي الكلمة دي كنت بسمحها دايما يا شادي من والدي لأن انت عارف النادي الأهلي زي ما قلتلك كان في بيتنا يعني ايه كان في بيتنا يعني يعني احنا هقول لحضرتك ازاي يعني لو لو سألت اللعيبة القدامة كلهم كان والدي الله يرحمه على طول فاتح البيت لأن أنا من بعد ما أسس مجلة الأهلي كان على طول البيت مفتوح اللعيبة كلهم شطة الحجرابية يعني بيتنا سافر بطولات عالم معاهم أوليمبياد معاهم بطولات أوروبية محلية كابتن مجزي عبدالغاني الناس كلها يعني نعرف بعض ما هو دا النادي الأهلي فالناس دي زائد الصحفيين يعني عشان باين كلمة حضرتك أنت تقصودي الطبخ المطبخ كان بيحصل فيه أمور في بيتنا أيوة أنت عندك معلومات بالضبط وطبعا ساعتها حتى لما كلمت لقيت المهندس محمود طهر بيقول لي بس بلاش يا صحر تقولي أسرار بلاش بلاش يعني هو يعني راجل محترم جدا كل لما تيجي تشكر فيه قولك لا ما تشكروش فيه كل لما تيجي تقوله حرب تقوله لا يقولك لا لا مش حرب احنا احنا بنشتغل عشان النادي الأهلي ملناش دعوة لنبص يمين ولا نبص شمال على فكرة هو بطل بس بطل في مكانه يعني مش بطل رياضي هو راجل مهندس محترم بطل مثالي هو مش عايز حاجة على فكرة وعايز أقول حاجة كده صغيرة يعني الراجل ده جي النادي الأهلي من ساعة والله ما جيه هو مهموم يعني هو ممكن يعود على فكرة في أوروبا في بيته هو رجل غني جدا لا عايز مال ولا عايز سلطة ولا محتاج نجومية يعني مش زي ناس كتيرة قوي بقوا نجوم ونفسهم يستمروا لا هو الراجل بصراحة تحس انه هو رجل متواضع جدا بيسلم عالناس في النادي من أول العام لغاية أغنى واحد في النادي هواقف حضرتك أنا آسف عشان معنا تليفون أحد أعضاء الجمعال أو عضوات النادي الأهلي مدام نوع غالي اتفضل يا فندم أنت حضرتك على الهواء ألو إزاك يا كابتن شادي إزاك حضرتك يا فندم إزاك حضرتك عامل إيه الحمد لله رب العالم أنا برحب بتجوفك سيدات النادي الأهلي النشطات الجمال اللي جايين يحفزوا الناس على نزول للجماعية العلمية وأشكرك طبعا على استضافتهم ودايما حلقتك كده بتقلق أشكرك يا فندم أحبة تقولي إيه سواء على لاحة الاسترشادية ألو أقول حضرتك بس يا كابتن شادي أن حضرتك حاطر روز لبيتك ليه أي حد يتدخل فيها أنت عارف أنت بتعمل إيه إحنا فوضنا البشمهندس محمود طاهر من الانتخابات وحطينا ثقاتنا فيه وخلاص والراجل ديمقراطي جدا مهما عايز يقول حاجة زي ما عمل زي ما حضرتك بتقول كده وخد رأينا فيها كويس جدا وعمل ندوة واثنين وثلاثة في كل الفروع وإحنا معاه قلبا وقالبا وبتمنى أن كل العضو في النادي الأهلي يحضر ويقول أنا هو إحنا موافقين ومش عايزين حد يتدخل في أي حاجة في نادينا يا ريت يا كابتن شادي من خلال برنامجك بتوجه مثلا كل أعضاء جمعين عمية في النادي إن إحنا موافقين على اللايحة البشمهندس محمود طاهر لأنها مش هو كمان مش من الزمن بتاعه معمولة من المجلس اللي فات إش معنى دلوقتي بيقولوا إن هي القانونين اللي كان عاملينها إش فعلا لما شماط محمود طاهر قال نبدأ ننفذها ونطبقها وناخد رأي الجمال العمية إش معنى قامة الدنيا ما عادتش اللي بيقول محدش يروح ومتشدوش ومتنزلوش ده ما يعتبرش ابن من أبناء الأهلي ومش خايف على بيته ومش خايف على مطلحة نديل مين يقدر على الستات الأهلوية أنا أنا حضرتهم والنادي الأهلي فوق الجميع مش لب دفاعاً لعمل وإن شاء الله نتقابل هناك وخمسناشر ألف مش اتناشر ألف عشان محدش يحط لنا شرط عدد إحنا قد العدد وبيزيادة بس يلاحق علينا مدام نوح أنا مشكر حدلك شكراً جزيلاً والأهلي برجاله وبسيداته وبشبابه وبأبطاله إن شاء الله قادر على حجم التحديات اللي موجود كمان يا جماعة كان في حد أنا قلت لحضراتكم الفريق العمل محامي من أعضاء الجماعة عمال النادي الأهلي كان حابب بعت لي رسالة كان حابب يبعت مداخلة يريدت أنا أددتكم الرقم يريدت يدخل برضو لأنه بعت لي أكتر من مرة حابب يتكلم كلام مهم مدام غادة أريد أكلمك من غير ما تقوليلي الفروع عشان إحنا متفكي خلاص أنا اللي خلاص بيتمنتزم بالرونز بتعيدكم نادي الأهلي نادي كورة حتى لو هتزعلوا مني من الكلام ده والأهلي الكورة بتفرق بشكل كبير جداً مع أنا عارف اللي ما كانش فيه وعود انتخابية من البداية ده اللي أنا ما أنا بنزل أسأل عشان ما أقول جو جملة هتحسب عليه وحصل تطوير في كل النادي الأهلي وملوجة ناس معينة اللي لأ النادي الأهلي مهتمش بكل رغم اللي هو واخد السنة دي دور وكاس في المنطقة دي في الحدود اللي أنا بتكلم فيها سواء جوة النادي أو على مستوى كورة القادم عارفين الكلام ده عارفين اللي فرقة الكورة حاجة مهمة جداً وبتعمل استقرار في النادي الأهلي أكيد طبعاً عايزة تقوليه بس حاجة هو النهاردة إحنا فريق الكورة طبيعي أولاً نادي الأهلي ده راعي الرياضة المصرية معاك فريق الأهلي يعني إحنا خدنا كام بطول الدوري وكام بطول الكاس لو فريق الكورة بتعنا ضعيف وكناش حققنا الإنجاز ده السنة دي كاس ودوري بعد غياب عشر سنين إحنا خدنا الاثنين وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله هناخد كاس أفريقيا يا رب يا رب يا رب خلالكو ده هيبقى إعجاز بكل المقاييس على مستوى العرب والأهلي قادر محلي وأفريكي نقص كورة القدم أفريكي يا رب تفرق معنا بشكل جميل والأهلي قادر بولاده وبشبابه وبرجالته إن هم إن شاء الله يجيبوا الكاس إن شاء الله على مستوى النادي على مستوى النادي هو إحنا محتاجين نطلع الشباب الصغير ندخلهم في الفريق بتاع الكورة لأن لازم ندخ دماء الشباب ده هو لأن هم المستقبل زي كده النادي بتاعنا هم بالضبط زي الفروع الجديدة تقصوني من أولاد أولاء الأمور لو حد متوسم فيه خير يبقى بطل ويدخل لعبة وينجح فيها فحيبقى إذن من أبناء النادي الأهلي بالضبط والناشئين هيبتدوا برضو إن هو نطلعهم للفريق الفريق اللي هو الأساسي طب مدام سونيا جوة النادي الأحوال جوة سوف أعطى في أو طلع بديك صحيح الشرف فقات الخط Without todos صحيح أكيد كمان دكتورة صحر عايزة أسأل حضرك نفس السؤال سواء على مستوى فرقة الكور أو على مستوى التطونات اللي حصلت جوه النادي وأنا لما حكلم بالعلم المفروض يمشي في الموضوع في علم الإدارة وممشي عندي حاجة مهمة وكيان مهم جدا كورة القدم يتأثر به ويحصل منه ضغوط لما أخسر بطولة وكمان على مستوى النادي لازم العضو أنا كلاعب سابق أو عضو جمعية عمومية لما أدخل النادي أدخل الأهلي ده حاجة أتشرب بيه أبقى فخور وأنا جاب حد زميني غريب جايلي من بره فالتوازي اللي حصل في الشغل هنا حسأل حضرتك بس أستأذن حضرتك لشان في مكالمة مهمة جدا من الأستاذ المحامي وقل عوض عضو جمعية عمومية للنادي الأهلي وحنمشي زي ما سيدات الأهلي قالوا لي ما تقولش أي فرع النهاردة في وجودنا الأستاذ وقل عوض برحب حضرتك الثالثة أنا كالتنشادي أنا رسولك أن أنا حضرتك وأبل ما أتكلم أو أدخل في أي تفاصيل أنا بحيي الكوكبة الجميلة اللي بجد شرفوا أي مكان يرخوه سيدات مصر كلهم بجد ناس إحنا يعني بجد أنا فخور بيكم وبجد يعني نادي الأهلي طول عمره دي المماذج بتاع العضاء بتاعها يا أستاذ واقل حتى الحلقة اللي عاملينها نسائية الرجلة اقتحموا داخله لا 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 نطمعينش لا نحنش ملا حبيب طول أنا كابتن شادي أنا عانت محايد ممكن يعني هتوجه ليها فئلة بس اسمح لي انا عايز اقول اه اه رسالة قصيرة. اتفضل. اه رسالة الاولانية اه في اسمات كده انا احد بيقولك انتو لين يعني مستعجرين عن الاسترشادية وممكن بعد يعني اتعدي وبعد كده نبقى نغيرها. اه طيب عشان انا باستفز قانونا من بعض الحاجات يعني الاسابزة اللي حطوا لاحل الاسترشادية اه 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 حطوا في اه بند الجماية العادية الغير عادية نفس النصاب دوت اللي هم 12500. طيب اه احنا بنقول ده ماتي ده اجتماع خاص برا قواعد جماية اممية زر العادية. طيب احنا بقى لما نرجع لجماية اممية زر العادية هتبقى لها قواعد ان هي هتبقى فعلا في يوم واحد وهتبقى في مقر واحد. طيب هنغيرها ازاي هنغير 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 هذا الانقيد الحديدي اللي اللي جاي يسود علينا كاعضاء لازم تجيب 12500 لازم تجيب 12500 يعني اه بس اللي بيقول كده يفهمني بعد اذنك يعني اخبار حضرات اللي حاجة التانية الرسالة التانية اللي عايز اه اقولها ان السيد الوزير اه خالد عبدالعزيز. متفضل. ويا سيد الفاضل كلما تتحدث اشعر جلة مقنان. واشعر بان احنا صح. انا باشعر كل محواج بتتحدث الى وسائل الاعلام. ان احنا بفضل الله مشهو صح. وان موقفنا سليل. وانا الحقيقة اه في انتظار اه الخطوة انها يوم بيها السيد الوزير. وهي الخطوة اللي كان قررها قبل كده وربنا على ما عليه قبل كده انه هيبتهم النادي الاهلي في حالة دخول اه اه اعضاء زايد لجمالهم هو باهدار 500 مليون جنيه. اه. يا فندم احنا في انتظار اه هذه الخطوة. وفي انتظار ان حضرتك اه اه تتاهم اه نادي الاهلي. يش اقول اسماء ويش اقول مجلس اضاء. انا انا بقول ان انت تتاهم النادي الاهلي باهدار المال العام في 500 اه مليون جنيه لكنفير شخص. ارجو من السيد الوزير. انه اه يحترم اه العقليات اه اه اللي بتسمعه. وانه ما ينتهل في الفرصة انه ابو تاح لي انه يظهر في الفرصة للعلام بصورة مستمرة. وحقيقة انا يعني اتضرب بمعلي انه يقول كلام يعني اه يعني هيبقى مش يعني مطار يعني مش هاروه مطار ايه. بس حقيقة احنا كاعضاء النادي الاهلي في انتظار هذه الخطوة. ونيفق معليه تماما ان احنا نملك كافة الادوات للرد على اي شيء مصي النادي الاهلي. لن يمصي النادي الاهلي طالما ابناه موجودين. ابناه في مدينة الطرس. ابناه في الجزيرة. ابناه في الشيخ زايد. كلهم الاهلي. احنا في انتظاره. وفي انتظار اي خطوة يتم اتخاذها. وسيكون الرب ساعق. وانا بقولها وعلى مسؤوليتي. طب انت. انت. انا عايز اعرف منك حاجة. حضرتك عملت حاجة كده. عايزين اعرف اسبابك. بعدت انزار للوزارة. بعدت انزار للجنة الاولمبية. بعدت انزار للنادي الاهلي. تماما فان. ليه عملت. انا هبتدي وحضرتك قصة الانزارات. بالبداية ارسلت انزار للسيد المهندس شام حطب. رئيس اللجة الهندية المصرية. واثناء اعداد اللائحة الافتزازية. زي ما قالت مادام غادا. اه. قلت له لو سمحت احترم احكام القضاء. هذه احكام لها قد سلطها. لا اه تضمن هذه اللائحة اي مادة مخالفة للاحكام من الصدرات. تم تجاول هذا الانزار. تمام. بعد تلو تاني. تلو بما لك من سلطات في النادة تلاتة من النائحة الاستزازية. لو طمع غير المادة اللي بتلنا اعضاء الفروع من او اعضاء الفرع زايد. انه هما يبقوا ياخذوا حهوم الدستورية. لان ده من سلطتك. وانت تعلم. وارفقت له الحكمين. حكم النادي الزهور وحكم النادي الاهلي. اللي اللي وصفت فيهم المحكمة. هذه المادة يا كابتن شادي. انها مادة غير مشروعة. مم. تم تجاول هذا المرض. مم. تمام. اخر الانزارات اللي انا بتتكلم عنها وهو هي. الانزارات اللي وجهت للسيد مدير مدير شباب الهوضة محمد سولم. سادي المهندس الشام حطب. النادي الاهلي. هذه الانزارات دي يعني اساسها شيء واحد. مم. انك يا لبنة اولمبية. غير مختصة لا بالاشراف ولا بالبحث ولا. الممكن تعمل حاجة غير شي ايه. الحاكتين هم اللي حددوني في القانون. الممكن تعمل اللاحب للسرشادية. والممكن تقول انصاب الحضور وانصاب الوافقة. مم. اذكر من كده ملكيش. اللي اللي مرض به هزي الاجراءات هو السيد محمد سولم اه اللي عامل نفسه مش من هنا خالص. مم. ورامي اه حمله على اللجنة الولمبية. اه 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 الوادي اله اللي انظرته لانه هو طرف في الموضوع اه اه النازم يعرف ان اه اللجنة الولمبية غير مختصة. هذه اللائحة كائن نوت يا كابت الشاب. مم. الى انت الى واحد وثماثين اغسطس. مم. غير موجودة. هي نائحة زي الهوى. احنا المفروض نشتغل على اللائحة الادينة. نائحة تسعمائة تسعة عشرين لسنة الفين وتمتاشر. هذا هو الموقف القانون. طيب امت بتاجي الكلام ده اظهر. لما كده نشد حلو ان شاء الله. ونشوف كده عبطلونا الاجتماع الخاص. مش الجامعية الاممية ده مش جامعية عممية. قانون وصف ان اجتماع خاص. طيب. 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 عشان الناس اللي بتسمعك. انت رجل قانون. ولما نتكلم في القانون في ناس اهلي للقانون. انا مش بتاع قانون. موقف النادي الاهلي. وتحديد على يومين خمسة وعشرين وستة وعشرين. وانت رجل قانون. عايز اسمع منك. اه ولا لا. خصوصا. السؤال تول شوية. بس عشان اوضح لحضرتك عشان اسمع منك الرد. المهندس فرج عامر. النهاردة ليه تصريح قوي جدا في بيان. بيقول رغم اللي هو كان داعم ومساند. قالك الليحة الاسترشادية بيها كوارث. وده احد اعضاء الجامعية العضو اللجنة الاولمبية تصريح مهم. مهندس محمود سأله باحد الندوات قال له موقف النادي الاهلي. في حد يمنعه لو حقق العدد واكتر من العدد اللي هو ما يعتمدش جامعات الاولمية قال له كلام دا غلط وكلام النادي الاهلي صح. يعني الكلام دا كله دا اللي قاله استاذ جهاز الرياض. موقف النادي الاهلي على يومين وانت رجل قانون بعيد عن العواطف وبعيد عن ان انت عاشق لجامعاتك العمية وعاشق قبل جامعاتك العمية نديك موقف الاهلي سليم ولا لا. بصري يا كابتن شادي. في مدع قانون الجهود البينة على البينة على ما يدعى. بنعنى. هو بيدعي ان هذا ان هذا التصرف هو القانون. يقدم ادلته. يا كابتن شادي المشرع حين نص فيه القانون. ان كلمة اجتماع خاص هو خرج هذا الاجتماع من كافة القواعد الجامعية العمومية. طح. اذا المهام اللي هو كدت الى اللاجنة الولمبية محددة على سبيل الحصر وليس على وليس على سبيل النساء. على سبيل الحصر تعمل اللاحة الاسترشادية يا لاجنة الولمبية. على سبيل الحصر تقول النصار. لا تتجاوز واكتر من كده. طب هو ليه ما سمعاش الجامعية عمومية غير عادية. ليه ما سمعاش جامعية طبعا. ليه? عشان المشرع عايز يطلع بقواعد هذه الاجتماع من قيد المكان وقيد الزمان. يا شادي ايه? التصرف النادي الاهلي سليم مليون في المية. واتحدى. واتحدى عن المكالمات نص الليل. اللي بتاعد تفند وتاعد يعني تااة تاة عشائع وصبت تماما. اذا كان هناك ثلاث قانوني ما كانوا صدروا يوم واحد. برافو عليك 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 برافو على مكاتب إدارية متصرة التوالتات حمامات الحمامات على مستوى غرف الملابس أنا فرقة الشمس غرف الملابس بقى لحاجة وثلاثين سنة لعب فالعوز فرقة اللبس فرقة كرة أما بندخل بحصل تطوير في غرف الملابس بصراحة حاجة تشرب الواحد بيروح تفرأ عالمية فهم قصدي أما تقول لها حاجة شكلها حمي اللون اللحمر قدامك هو اشتغل زي ما بتقول بالانجليزي كتب سعملتان يسلي هو اشتغل بطريقة عالمية هندسية رياضية هو دماغه مش بس رياضية يعني أنا ما قدرش أقول لحد يبقى رئيس نادي يبقى رياضي بس لأنا عايزاه جامع مانع علشان أقدر أقتنع به عايزاه يبقى مصقف متعلم جامع مانع إداري لكن زي ما اللايحة بتقول الاسترشادية دي يبقى حد معلش مع احترامي مع احترامي للتعليمه بسيط معلش كل حلة وليها غطاها لكن ما تجيب ليش صرحة عالمي يديره متوسطي التعليم شفتوا حتى السيدات لما بتجي تقفش ولا تدي الفئة لك كل حلة وليها غطاها يعني لازم لازم حق للنطق لازم أيوة لازم عشان الجماهير برضو معانا برضو أحد أعضاء الجماعية العمومية مادام هيبة حمدي مادام هيبة حضرك على هوا تفضل انا مع خبرتك يعني هون انا يعني انا بعض من المباشرة دي عشان تتبا تمند فهلا ما تقلبي انا لما شوفت المهاردة بتمهيل العمومية فايته ليوبست ان شاء الله ان شاء الله انا وانتبق لخير ان الاهل هيديه اكثر كده يعني احنا كلنا لازم نكون هيدينا على ناس احنا بنحمي ندينا وبنشن بنحمي أولادنا والجيل اللي جاي ان هو يعني نمحدش تحكم فيه او محدش يملي رغباته علي يعني انا تتمنى ان يوم بمع ان شاء الله ان حتصر العدد المطلوب دي كتير ان شاء الله انا احترم نادي هليوبلس جدا وشفت صورة عجبتني جدا على احد المواقع السيد رئيس الوزراء كان موجود بيدلي بصوته بالمناسبة انا حدي يعني هتكلم مع حضرك هفتح قلبي زي ما احنا كل واحد مش مجهزين بنتكلم مع بعض في حوار محترم هسأل حضرتك لما نتكلم على توسيع فكرة المشاركة وادماج الشباب في المجتمع وما هو لازم اعلمه لازم اعلمه يروح بكسافة ولما علمه يروح بكسافة مش لازم اعلمه يروح عشان تحدي انت بتروح عشان تحدي وبتروح عشان قطر الاهلي لازم يجيب 12500 طب ما نعلمه يشارك بدون تحدي هتلاقي لما نيجي نعمل انتخابات رئاسة الجمهورية هتلاقي العدد كبير جدا هتلاقي لما نروح نعمل مجلس الشعب هتلاقي العدد كبير جدا وهو ده اللي احنا بنقول لكن ليه تفرد المجتمع او جمهورية الاهلي زي ما حضرتك قلت اللي حطها تحت ضخل عشان تروح تبقى فكرة وبازت بعدها تفضل يا فاني بالضبط يعني هي يا فكرة كمان انت 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 تشمي ولاي دة تشمي بابتشمي الاجيال اللي جاي يعني انت مش بتعمل لدلوقتي انت بتاعت تقلسين احنا كلنا نعمل لأدلوقتي مش لدلوقتي احنا عايزين ننحنا كلنا نبقى موجودين يوم الجمعة ويوم الله ان شاء الله بكثافة يعني نفي افرح ان شاء الله بإذن الله وان شاء الله هنفرح بإذن الله لنا إن شاء الله إحنا بنراهن على سيدات الأهلي خلي بالك لا إن شاء الله لا طبعا إحنا كلنا متوسدين بإذن الله إن شاء الله مدام أهبة أنا بشكر حالك شكرا جزيلا وبشكرك على المداخلة القيمة دي وكنت تتكلمي اليوبلس النهاردة مقدر اللي هو يعمل لكن النادي الأهلي إحنا يعني متحيزين لنادينا أكتر ومتعصمين لنادينا لكن برضو النادي الأهلي جمعية العمومية واحدة من أرقى الجامعات العمومية وطول الوقت لما تراهن عليها عمرك ما تخسر خصوصا عشان ما يضربونيش بقى سيدات الأهلي في وجودهم ما تخسرش أبدا نروح نشوف كمان سيدات الجامعية العمومية النادي الأهلي قالوا لنا إيه ونرجع نكمل حفظة النادي الأهلي النادي الأهلي مع تعداده النهاردة إحنا في حدود 124 ألف وأكتر التعداد ده مش بسيط كان النادي الأهلي وضع النادي الأهلي تاريخ النادي الأهلي نادي الأهلي فوق المئة سنة كل ده بخلينا نقول لا إن أعضاء النادي الأهلي هي اللي تحدد الراحة الاسترشادية لها مش اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياض أبدا أنا أعزي أقول لأعضتك حاجة يعني وللأسف الشديد مع تطور السوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي كلها فبتلاقي فيه أعراء طبعا وكلام بس يعني أعتقد أن اللي يقول حاجة مخالفة للأنا بقوله ما يبقى من بره النادي الأهلي لكن مش هتلاقي حد من أعضاء النادي الأهلي هيوافق على حاجة غير كده يعني لأن طول عمر أعضاء النادي الأهلي لهم رأيهم الخاص بي هذا الموضوع ده نهائي قوي لأن الليحة بتاعة النادي كافية قوي أن هي تتطبق علينا لأن الجماعة الأممية هي لها الرأي الأول والأخير في هذا الموضوع ونحن مش محتاجين وزارة تتدخل في شؤون النادي لأن النادي لولا يحتو وضعها المستشار أعطيه ونحن عرضين بيها جدا وموافقين عليها جدا 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 النادي الأهلي نادي عريق ما ينفعش أن يكون فيه وصية عليه النادي ده ملك الأعضاء ما ينفعش أن نحن نبقى فيه أوصية عليه حقيقة يعني أنا برفض تماما أنا كعضوة لكن ما عرفش يعني هذا رأيي الشخصي أن ما ينفعش أن يبقى فيه وصية على النادي الأهلي النادي بالحجم بتاعنا ده ما ينفعش أن يبقى فيه وصية عليه يعني أتمنى أن ننزل كلنا ونقول رأينا وأنا بحس الناس كلها تنزل ما ينفعش لازم كلنا نتكدس كده ونقول رأينا عشان يبقى لنا كلمة مسموعة دي الفكرة يعني بس مش أكثر النادي الأهلي نادي عريقه كبير وقديم ما ينفعش فرده وصيع عليه من أي جهة النادي الأهلي الوصي عليهم أعضاءه وناسه هم دول اللي يبقى ليهم رأي ومشاء الله هم ناس عددهم كبير وناس على مستوى وناس مثقافة وبتفهمه وهي دي اللي تبقى وصيحة على النادي الأهلي في كل يعني الإجراءات اللي هي تتمي ليه أو أي أكثر تتمي ليه لا طبعا إحنا مش موافقين لأن الليحة بتاعتنا كويسة ومزبوطة وما فيهاش أي سلبيات وأنا كعضو مش موافقة يعني أنا كواء الموافقة على الليحة بتاعتنا بس دي لا قدر أقول لك عليها يعني لأن طبعا إحنا موافقين على الليحتنا على عدم موجود سلبيات فيها لأن الليحة التانية فيها سلبيات وتدخل في النادي الأهلي إحنا كأعضاء ما نحبش كده إلا أن إحنا كنادي مستقرين وأنا شايف أن المجموعة اللي موجودة في النادي دي صراحة النادي ماشي بأمن ماشي بنظام كويس كما فيه السلبيات خالص يعني إحنا الليحة دي إحنا موافقين عليها كعضو أنا موافقة على الليحة دي وجميع الأعضاء موافقين على الليحة دي إحنا موافقين على الليحة اللي هم حطينها ويعني إحنا شايفين النادي التغيير اللي حصل فيه والتجديدات اللي حصلت فيه وإحنا موافقين على أي حاجة اللي اجناة تقولها وإحنا مش هنقبل أي حاجة تيجي من بره يعني تقول لنا نعمل إيه بس وإحنا هنجي يوم السبت في الجمعية العمومية وحنوافق على الليحة اللي النادي كاتبها ومحدش يملي على النادي الشروط يعني هو أصلا نادي الأهل ما فينفقهش حد يفرض رأيه عليه النادي الأهل يقود ولا يقود لا إحنا إحنا جينا وعلشان إحنا مع الليحة اللي هيعملها النادي طول عمرنا إحنا بنحط لحيتنا وبنمشي عليها لكن وزارة الشباب أو أي لجنة أولمبيئة أو حاجة تحط هي اللي هي عايزة وإحنا لنا هنا حاجتنا ملنجا عاجتنا وإحنا راضينا عن الليحة وإنجا الله خير مرحبا حضراتكم الجديد وإن نواصل حوارنا مع سيدات النادي الأهلي انتفضوا سواء الحوار اللي احنا شفناه من شوية من أحد فروع النادي وكمان سيدات النادي الأهلي اللي موجودين معنا في الستوديو لأننا سعيد بالحوار القايم معكم جدا ومقدر جدا خوفكم على النادي الأهلي ومقدر جدا وموسوط جدا من فكرتكم اللي أنا مش هسرقها ولا أي حاجة مدام غادة من دمن الحاجات اللي سمعتها في الندوات فيها سيدة قامت وقالت جملة جميلة أبو قالت أنا عاملين جربات على الويت صبح هنتكلم معاهم وكل واحد يجيب عشرين معاه أو يجيب خمسين معاه ما يروحش الواحد أنتو بتفكروا إزاي وده يعني وصلوا لي الفكر بتتحركوا إزاي معاه ووصلتوا إزاي وإزاي كل واحدة تقدر تجيب عشرين يعني حتى السيدات على مستوى التفكير بصراها حاجة تشرف وحاجات تشرف إحنا كسيدات المفوضة إحنا بننزل تمارين مع أولادنا كل واحدة كل والدة أمر بتبقى موجودة مع أولادها طبيعيا هي بتتعرف على الأمهات التانية صح كل واحدة بيبقى لها مجموعة معارف مكونة بقى خمسة ستة عشر على حسب هي مشتركة في كام لعبة عملنا جروبات على الواتس أب والفيسبوك والتواصل بالتليفون وبنبتدي بقى بنجمع بعد يعني إحنا في مجموعة كبيرة إن شاء الله نزل يوم الجمعة الصبح من أول الناس اللي هتنزل هنبقى متجمعين تمانية ونص عشان ناخد أول باص هيطلع نروح بي مدينة ناصر إن شاء الله ندي أصواتنا هناك ونرجع عشان نحس الناس اللي موجودة إن هي تنزل ورانا ده أنتو خطة جمدة جد لا إن شاء الله وربنا يقوينا بإذن الله فأنا سأقول لك الحاجة يعني ممكن تحصل زوجك بقى لو لو مرضاش يروح حتعملي معي ما ينفعش ما يروحش ما ينفعش ما ينفعش لأنه هو متزعم الموضوع ده مادم صونيا هتجمعي ناس نحن مع بعض نفسك نحن مع بعض أنتو متبين يعني متبينين كسة كلها طبعاً عندك أفكار تانية غير السوشيال ميديا أو مع أصدقائك بنروح لأ بنروح النادي وبنتكلم مع الناس وبنقف مع يعني لو ناس قاعدين ناصل مع بعض والترابيزة بنروح لهم لحد عندهم ونتكلم معي بجد والله والله وفي ناس كتير من الليل ما عندهم مش فكرة بأي حاجة وبنقوضوا بنشرح لهم من فرق بين اللايحة الاسترشادية ولايحة النادي وبنفهمهم حاجات كتير بس عايزوني كالحاب عاد فالجميل في إيه وانتو عادين معي وانا مبسوط منه وانا بحييكوا عليه وانا كنت خايف بصراحة من بين الحاجات اللي كتجوايا قلاني جداً جداً قبل مفتح الحوار اللي كان حيبوز كل حاجة حنا بنا بكلم بصراحة اللي حضرتك كنت تتكلميني في انتخابات لك تتكلميني قَ دا مش وقت انتخابات چننتكلم فيه نتكلم فيه من شوق الانتخابات فرص الوقت النادي الأك هم هو ده وقت النادي الأك نحن دلوقت نازلين عشان نقول كلمة واحدة الندي اللي ح بتاعت النادي اللي إحنا وراها ان شاء الله وحندعمه بكل كوتنا لأن دي حرب معمول على النادي لهدم تاريخه مش هنسمح بيه دكتورة صحر هاقول نفس اللي قلته من شوية بتدعمي ازاي عندك افكار ايه رقم واحد رقم اتنين مفيش فحوارنا وهارجع اقول مرة تانية كلمنا كان الحمول كان الحلقة بوز مجرد جملة واحدة عن انتخابات او ده مش عارف فلان يكسب ولا فلان يخسر لو كان حصل كده مش كانش هيبقى دان اهلي وكان هيبقى تفكركوا اخاف اللي احنا جايين نتكلم في انتخابات وكانش هيبقى فيه مصداقية عند الناس وهو ده اللي انا كنت بصراحة خايف منه اتفضل يا مده هقول لك على حاجة كابتن شادي اتفضل اه عايزة بس اروح بعيد شوية كده يعني اشرح حاجة اتفضل ان مصر ملكات مصر نفرتيتي وكيلو باترا لو انت رجعت للتاريخ احسن عصور مصر سيدات مصر هم اللي كانوا بيقودوا النادي الاخر نروح احنا بقى لا لا مش قصدي يعني انا قصدي ان السيدة المصرية سيدة ملمة بكل حاجة هي بطلة في شغلها وبطلة في بيتها وبطلة مع اولادها وبطلة مع زوجها وبطلة في اي مكان صح هي جميلة في اي مكان نجمة في اي مكان ولما بتبقى نكحة بتثبت حضورها فعلا من غير ما تحارب حد هي مش محتاجة تحارب حد وحط في دماغك يا كابتن شادي وحطي عليهم زوجي حتة والنبي اللي الستة المصرية والستة الاهلوية الاهلوية تمتاز بالزكاء الغير طبيعي اللي لا حدش يعرف فيه انا عايز اقول بالزبط كده ان النادي الاهلي السيدة فعلا اللي تربت في الاهلي اولية الامر اللي عاشت في النادي الاهلي وتشبعت بروح النادي الاهلي واحنا كم ورد يعني احنا بنشتغل كلنا مجميع مفيش حد عايز يطلع والوحده يسيب التاني او يختلف للاختلاف احنا كلنا نتجمعين للتجمع مش مختلفين للاختلاف او معترضين للاعتراض مش محتاجين لان كلهم نجوم هم مش محتاجين ان هم يثبتوا نفسهم لكن الناس اللي دايما عايزة تختلف وعايزة تقول انا هو انا معترض طب انت معترض بقوا كتير اول عشان فضيين يا كبه وبصراحة بقت حاجة يعني مستفزة غير طبعية قول لما يعني عارفة انت بتقولي مين وطريق اليمين ده كله خير ونور وده مصمم على الشمال الضرمة واللي فيها ولا اخلقياتنا ولا اسلوبنا ولا حياتنا اللي احنا بنعاش علشان يظهر علشان يظهر يعني هو عايز يظهر باي طريقة او عايز يعني يبقى ورى البطانة اللي هتظهره او هو فاكر انه هتظهره وهي في الحقيقة هتظهره هتظهره بس هتسوق سمعته وهتظهره وعلى فكرة الناس وعية عايز اقول لحضرتك على حاجة السيدات مصر قاموا بثورة قبل كده كانت هودا شعراوي ودلوقتي سيدات مصر كانوا اساس السورة اللي فاتت وعلى فكرة عايز اقول يعني حاجة مهمة جدا عصر الاستعمار انتهى 56 انتهى الاستعمار فجمهورية الاهلي لن نسمح بانه يستعمر من اي جمهورية تانية لن نسمح مش هنسمح وهنتجمع كلنا ايد واحدة الاهلي مش فرع او فروع كلنا الاهلي ايد واحدة والاهلي فوق الجميع وده شعرنا اللي احنا ماشينا عليه معانا مين يا جماعة دكتورة ناهل علي عضو جمعي عمال النادي الاهلي تفضلي يا دكتورة حضرتك على الهو تفضلي مساء الخير يا خضرتك مساء الخير يا فندم محبة تقولي ايه وشاركي معانا معانا سيدات النادي الاهلي والحلقة خصيصة لكم النهاردة وحضرتك على الهو تفضلي مرة تانية حبة تقولي انا بشكر حضرتك انها تحتمل فرصة دي انا عايزة بكتبلغ حضرتك ان احنا ان شاء الله بإذن الله سيدات النادي الاهلي حنبدأ بداية موفقة يوم 25-8 في فرعنا فرع مدينة نصر هو اهلي واحد الاهلي هو وفيش حاجة اسمها فرعنا وفي حاجة اسمها ندينا الاهلي احنا اتفقنا على كده اه تفضلي ندينا الاهلي بس انا اقصد عشان احنا هنبتقيها بفرع مدينة نصر اه تمام متوجدين طبعا في الجزيرة بس البداية هتكون بداية قوية بنقول الناس احنا موجودين بداية سيدات ورجال وانا متفقا مع بناتنا هنقف ونساعد السيدات الكبار اللي مش هيقدروا يتحركوا هنساعدهم لغاية اللجنة يأدوا فسطهم ده دورنا احنا كأمهات هنجيب بناتنا ونعمل الموضوع ده في الجنة مساعدة مننا عشان نلجح اليوم وان شاء الله هنعمل كده برضو في اهل الجزيرة ببيت القمر ودور ان شاء الله هيكون فاعل لان احنا بنحض النادي الاهلي هو بيتنا الثاني على فكرة احنا بنقضي معظم وقتنا في النادي اكتر من بيتنا ودورنا من احنا بنقضي جميل لالبيت الكبير الاهلي النادي مفرحنا الاهلي مفرخنا والاهلي حيني ان شاء الله هنردله جميل بإذن الله انتي قلتي جملة جميلة جدا هاختم حضرك بيها وبشكرك شكرا جزيلا يا دكتورة قلت لك الاهلي البيت الكبير هو اللي مفرحنا جملة بتتقال كتير في البعض بيتعامل مع بعض الجمل اللي هي يا عم بيزايده يا عم بيقول له اي كلام زي روح الفنانة الحمرة وكمان في جمل تانية الاهلي مصدر السعادة الاهلي مصدر الفرحة الاهلي اتشرف اللي اكون اهلاوي بشوفها اندية كبيرة ومنافسة امور غريبة وعجيبة مستحيلة شوفها في النادي الان ولا هشوفها مع محمود طهر ولا شفتها مع كابتن حسن حمدي ولا شفتها مع كابتن صلاح سليم ولا سمعت عنها عشان ما تعملتش معاه الفريق مرتاجي ولا سمعتها ولا حد حكمنا على كابتن عبدو صلاح الوحش فيه ثوابت موجودة ولما نتكلم فيها يبقى احنا عايزين نخلص السوابت دي ما تبقاش موجودة دي فكرتي فهي مش جمل بتتقلو خلاص صدقوني بدليل الاهلي بيلعب بروح تلاقي الاهلي بيكسب ويجيب دلوقتي ما بقتش كمان ديئة تسعين بقت مئة وعشرين وانتو اللي بتقولوا الكلام ده ففيه ثوابت عندنا بتجبر وتزيد قال جمعنا بين بطلتين دوري وكاز بيرجع تاني وبقى موجود فهروح بقى للكلمة اللي قالتها الدكتورة صحر نشوف الدنيا حلوة ونشوف الدنيا جميلة ونشوف الدنيا متفقلة ونشوف الدنيا بكل خير فيها وهنا قضيتنا مرة تانية مش انتخابات قضيتنا عدم فرض الوصاية على النادي الاهلي وكلمة الاهلي تعالوا والاهلي يقود ولا يقادر دي كل حضراتكم ندخلوا معانا ونستودي كلكم قلتوا الكلام ده وانا متفق معاكم مية في المية كمان مهم جدا معانا مجموعة اخرى من سيدات النادي الاهلي يتكلموا معانا نروح نشوفهم ونرجع نكمل حوار اشتركوا في القناة رسالتي الاعضاء بدون اي تحيز وبدون اي ذكر اسماء انتو شايفين كل واحد من وجهة نظره شايف ايه الحاجة اللي هو كان طالبها في النادي ولقاها احنا لازم نعرف ان على مستوى مصر كلها احنا مش هنقدر نقيم الناس ونقول ان دي احسن حاجة او دي اوحش حاجة لكن انا اقدر اقيم الحاجة اللي انا اشوفتها بعيني اللي حسيت ان هي اتطورت اللي حسيت ان هي بقت صح انا اقدر اشوف ده بعنايا وقيم انا مش اقيم اشخاص اكيد كل الناس اللي عايزين يخدموا النادي الاهلي اكيد كلهم كويسين لانهم عارفين قيمة النادي الاهلي ايه بس انا شايفة مجلس الادارة اللي موجود دلوقتي شايفة برضو بحاول وعمل تغيرات كتير اوي في النادي واصلحات كتير ما بنكرش ان اي حد تاني بيرشح نفسه برضو عايز مصلحة النادي الاهلي زي ما انا عايزة مصلحة النادي الاهلي بشكر اصلا ان احنا عملونا يوم هنا لمدينة ناص وكمان عملونا يوم في مدينة ناص رأينا لان فيه ناس كانت بتكسر ساعات تروح الجزيرة وكده فاحنا هنوافق طبعا على اللايحة لان احنا بنرفض تدخل اي جهة اي لجنة اولمبية اي حاجة هنا اقدارة النادي بتحللنا كل مشاكلنا وانحنا مع النادي والنادي الاهلي طول امره يعني وسيد الرياضة في كل شيء وسيد قراره محدش بيفرد عن النادي الاهلي اي قرار والنادي الاهلي ناجح وكل الناس حسب نجاحه فعشان كده فيه هجوم بس عداء النادي الاهلي كلهم وانا واسقة جايين يوم 25 يوافق على اللايحة بتاعة النادي الاهلي بصراحة انا بناشد كل الاعضاء انها تحضر يوم زي ده يوم 25 احنا كلنا مجلس ادارة بصراحة فيه دي النادي في حاجات كتير عمل لتطويرات كتير في مجمع السباحة بقى فيه تطويرات كتير خدمتنا وخدمة الولاد وبصراحة احنا نفسنا نحافظ على المجلس ده لانه بجد وقف جنبنا في حاجات كتيرة جدا عمل لنا حاجات كتير برا خدمات كتير فتح لنا برندات كتير للمحلات ومطاعم كتير وفيه حاجات كتير متوفرة للنادي بيخلينا ان احنا نبقى متماسكين بالمجلس ده ويريد فعلا كل الناس تحضر كل حاجة بنطلبها تقريبا من لقيها متوفر كل حاجة للولاد ومداربين كفاءات كويسة جدا وفيه حاجات كتير ظهرت في النادي زي تطويرات الغورة في الملابس وفيه حاجات كتير وتعاملت للأقلين احنا كأعضاء تخدمنا وتخدم ولدنا ان شاء الله احنا نحضر الجماعية العمومية يوم 25 علشان احنا متماسكين من لاحة النادي الاهل ومش عايدين اي سلطة خارجية على النادي الاهلي ده نادي عريف وانا ولدي هنا من زمان ومش عايدين اي تدخل خارجي مرحبا حضراتكم الجديد ونوصل لحوارنا مع سيدات وعضاء النادي الاهلي اللي عندهم حماس وعندهم كوة وعندهم دعم الناديهم غير طبيعي قبل ما كل حد يقول جملة ما حابب يختم بيها معاكم الحوار كنتوا بتقولولي في الكواليس وانا قلت حتى مع ديوفي لغير كده لما بقوا نقول حاجة في الكواليس بقوا لها انتوا تقولوا السيدات كلها محترمة اللي اتكلمت كنتي حابة تقولي حاجة مدى المسؤوليات فضالة انا حابة اقول ان النادي الاهلي صاحب اول ليحة اول ليحة داخلية على مستوى الوطن مصر كلها على مستوى الوطن قبل ما يكون فيه وزارة للرياضة صح فما يصحش تملع لي ليحة بس طيب حبتدي من المين واجهي كلمة اللي حدك عايزة تقولي الكاميرا حضرتك هيد فضالة حتقولي ايه في نهاية حوارنا النهار حقول انا بناشد من هنا جميع اعضاء النادي الاهلي ان هم ينزلوا الكسافة يوم الجمعة ان شاء الله ويثبتوا قدام الناس كلها ان الاهلي فوق الجميع وان كلمته هي اللي حتمشي وكلمة اعضاءه هي اللي سريع وهي اللي سبتة وما فيش حد هيقدر يحط الوصاية لا على الاعضاء ولا على مجلس ادارة ولا على النادي وان الاهلي فوق الجميع مدام سونيا هتقولي ايه في النهاية انا هقولي ان الاهلي طول عمره بيفرحنا وزي ما بيفرحنا ما ينفعش نخزله وقت ما هو محتاجنا الاهلي دلوقتي النادي الكيان محتاج كل اعضاءه يروحوا ويصوتوا للليحة بتاعته لان ما ينفعش تفرض عليه الليحة من بر دكتورة صحر هتقولي ايه في النهاية تفضل انا بناشد كل اعضاء النادي الاهلي وبقولهم انتو مش هتنزلوا علشانكو بس انتو هتنزلوا عشان اولادكو واحفادكو هتكتبوا التاريخ بنزلكو ده يا اما تسلموا بلدكو اللي هو النادي وبيتكو وجمهوريتكو لناس اخرى تتحكم فيكو باحكام ياريتها مثلا احكام نتقبل العقل يتقبلها ولكنها باحكام ضد احكام العقل فانت هتجيب حد غير مؤهل يتحكم في بيتك فتخيل كده فارجوكم يا جماعة بناشد كل الناس الشرفاء كل اعضاء النادي الاهلي لازم تيجوا عشان تنقذوا ناديكم ارجوكم وعاش الاهلي انا اتبسطت في الحوار جدا جدا بعد مجموعة من سيدات الاهلي المثقفاتكم تأتمنى لكل سيدات الاهلي يبقوا معنا وعضاء الجامعة العمواني للنادي الاهلي اللي انا بحييهم على الهوى اكيد دوركم مهم وحاسرق بقى منكم حاجة بس قبل ما اقول الحاجة دي طبعا انا اتوردت لان هما كانوا بيحاولوا يورطونا ويورطو كل الجماهير يقولك التفرقة ما بين جزيرة ولا مدينة نص دلوقتي التفرقة بقت شادي محمد بيستضيف سيدات الاهلي بس وانسي رجالة الاهلي وشباب الاهلي وابطال النادي الاهلي فحنستحمل احنا دوت وحنكمل في ده ولكن ده كان واجب علي لما يطلب مننا حاجة من اهل البيت علينا من احنا ننفذ الاوامر لان انتو لو احنا بنقدم فانتو صحاب بيت انت اللي بتقعدوا وانت اللي بتجيبوا وانت اللي بتختاروا وانت اللي بتقولوا مين اللي يقود المسيرة لكن الحمد لله ان النهاردة قصة الانتخابات الهدف اللي عندكم النبيل اللي هو مش انتخابات اللي هو الاهل شرفت بيكم جدا وفخور بيكم جدا نحبوكو للاهلي وانتمائكم في زمن في البعض ينتمي للاهلي لكن ما بتصرفش زيكم ولا بيفكر زيكم مادم غادة شرفتني نوارتي شكرا حدث مادم سونية شرفتني نوارتي انا اللي سعد دكتورة صحر شرفتني نوارتي بشكركم شكرا جزيلا اتمنى ان الرسالة وصلت للجميع في تحديات في مسئولية اتعرض بعض الامور اللي حداكم شفتوها بالحلقة النهاردة المواقب بتتغير في بعض المسئولين بيقولوا كلام كله في صف النادي الاهلي النهاردة الكلام ده النهاردة فمن هنا الحمد لله الامانة تقتضي طول الوقت اللي احنا ننقل للناس الصورة وانا ولا ديوفي ولا اي حد دايما بالراهن على الجماهير وعضاء الجمعية العمومية وكل الناس فكروا بتاخدش المعلومة وتسمعها وتقعد تقرارها زي البغبغانات زي ما بنشوف على السوشيال ميديا فكر اللي بيتقالك اضربه في خلاط طلع منتج هل ده النادي الاهلي في خطر وفي تحديات وفي ناس بتفرد عليك حاجة انا قلت كتير ده دوركم النهاردة وده موقفكم وما ينفعش نختم حلقة زي النهاردة او ننسى شهدائنا المجد كل المجد نشهدائي النادي الاهلي وتصبحوا على الفي اشتركوا في القناة